خيرسون في قلب التطورات الميدانية في أوكرانيا وسط استعدادات لما هو أسوأ اذ كشفت السلطات الموالية لموسكو عن تعرض جسر أنتونوفسكي الحيوي في المدينة لقصف أوكراني واعتراض أنظمة الدفاع الجوي سواريخ من طراز هايمرز أما وزارة الدفاع الأوكرانية فذكرتنا القوات الروسية أرسلت تعزيزات عسكرية جديدة إلى خيرسون قدرتها كييف بنحو ألف جندي خلال أربع وعشرين ساعة وتحدثت كييف عن شن القوات الروسية عشرات الغارات الجوية والهجمات بمنظومات سواريخ متعددة الإطلاق على قرى في خيرسون وتطوق القوات الأوكرانية المدينة من الغرب وتسعى لمهاجمة القوات الروسية على الضفة الغربية لنهر دينيبر الذي يقسم المنطقة وضع استدعى إجلاء سكان مدينة الواقعة تحت القصف إذ أعلنت السلطات المولية لروسيا استكمال عملية إجلاء المدنيين من خيرسون مؤكدة نقل السكان نحو مناطق آمنة وكانت سلطات خيرسون أكدت أن نحو سبعين ألفا من السكان على الأقل غادروا منازلهم في المنطقة خلال أقل من أسبوع في السياق كشفت السلطات المولية لموسكو أن مساعدا كبيرا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار خيرسون زيارة كان الهدف منها الإشراف على إخلاء المدنيين ثم تفقد محاطة الطاقة النووية في زابوريجيا وفق المصادر